الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن إسرائيل جمعت حشودها إن إسرائيل جمعت أمريكا وأوروبا في صف واحد معها فخافوا منهم الله يقول لنا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سبب نزل هذه الآية أيها الأحباب الكرام أولا سبب نزل هذه الآية هذه الآية نزلت على رسول الله وعلى أصحابه رضوان الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة نزلت عليهم متى انتصر الإسلام والمسلمون في غزوة بدر أيها الأحباب الكرام فلما انتصروا في غزوة بدر شعرت كريش بالانهزامية والانكسار فعدوا العدة لغزوة أحد أيها الأحباب الكرام في بداية الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة أيها الأحباب الكرام في بداية الغزوة انتصر الإسلام والمسلمون وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة ينبه على الرماه أن لا ينزلوا من على الجبل حتى لو انتصر الإسلام والمسلمون ولكنهم وللأسف الشديد وجدوا أن المسلمون قد انتصروا في بداية المعركة فكانوا يجمعون الغنيمة فنزلوا من أجل جمع الغنيمة وإذا بخالد بن الوليد وكان وقتئذ على الشرك نظر فوجد المسلمون يجمعون الغنيمة ومن كانوا في ظهورهم قد نزلوا من على الجبل فعاد الكرة وأمعنوا القتل والجراحة في المسلمين أيها الأحباب الكرام وهنا وقف انتصر المشركون على المسلمين ووقف أبو سفيان على أعلى كمة جبل قال يا محمد واحدة بتلك أي أنت فست علينا في غزوة بدر ونحن انتصرنا عليك في غزوة أحد قال له موعدنا في العام القادم عند بدر هكذا يأخذ أبو سفيان معاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعركة فاصلة بين الحق وبين الباطل أيها الأحباب الكرام النبي لملم جراحة والصحابة وذهب أبو سفيان كان من عدات العرب قديما أيها الأحباب إذا انتصر الجيش يمكث في مكانه ثلاثة أيام يمكث في مكانه ثلاثة أيام أيها الأحباب الكرام ولكن أبو سفيان من شدة خوفه من رسول الله والصحابة المدرجون في دمائهم خشي أن يقوموا عليهم فينتصرون عليهم فعاد مسرعا إلى مكة أيها الأحباب الكرام وواعد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سميت هذه الغزوة بغزوة بدر الصغرى تفرقة بينها وبين بدر القبرى أيها الأحباب في نفس المعاد الذي حدده أبو سفيان خرج النبي ومعه الصحابة إلى بدر بدر الصغرى تسمى بدر الصغرى سماها أهل السير بدر الصغرى وذهب النبي إلى بدر ووصل أبو سفيان إلى بدر ووقف الجمعان أيها الأحباب فريقوا أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان وأبو سفيان ومعه المشركين في مكان آخر ولكن الرسول ميز بميزة عن الأنبياء قبله قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ميز بهذه الميزة أيها الأحباب أي أن العدو عندما يجمع له الأعداد الكبيرة الغفيرة المدججة بالأسلحة وغيرها هم يقذف الله في قلوبهم الهلع من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما حدث لأبي سفيان دخل في قلبه الرعب والهلع ودخل في قلب المشركين الرعب والهلع من لقاء رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم وهنا ماذا يفعل أبو سفيان إنه مرعوب إنه في حالة خوف ورعب وهلع ولا يتجر على ملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بأبو سفيان يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام رجل يسمى نعيم بن مسعود يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يرسله؟ ليخوفه ليقول له إن أبا سفيان أتى إليك برجال يأكلون الجبال أكلا أتوا برجال سيقضون عليكم جميعا أتى برجال أكوياء شرسين في المعركة وذهب نعيم بن مسعود إلى رسول الله وكان نعيم لم يدخل الإسلام وقت إذن فلقد دخل في الإسلام في غزوة الخندق أيها الأحباب الكرام فذهب إلى رسول الله ليخوف الرسول والصحابة وظل يتحدث دقائق معددات على قوة جيش قريش أيها الأحباب الكرام فماذا كانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب نزل عليه جبريل من فوق سبع سماوات بهذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هكذا قال الرسول قال حسبي الله ونعم الوكيل وقالت الصحابة في نفس الوقت حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما الذي حدث بعد ذلك الذي خاف وارتعد وارتعش وخاف من ملاقات المسلمين أبو سفيان أبو سفيان قبل أن يسلم أيها الأحباب الكرام حتى لا نلعنه لأنه دخل في الإسلام وأبو سفيان عاد بجيشه مرة ثانية إلى مكة خائفا مزعورا مرعوبا بهزيمة منكسرا عاد منكسرا دون أن يرفع سيفا واحدا أو يرمي رمحا واحدا على رسول الله وعلى الصحابة وانتصر الإسلام أيها الأحباب الكرام بحسبي الله ونعم الوكيل هذه علامة نصر من الله سبحانه وتعالى انتصر الرسول وانتصرت الصحابة فماذا يفعلون في هذا المعاد كان يلتك التجار في كل عام في هذا المكان وصادف أن التجار أتوا من كل فج عميق من أجل التجارة في هذا المكان فذهبت الصحابة واشتروا وباعوا مع التجار فربحوا الدرهم درهمين وربحوا تجارة وسعة ولذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله النعمة هي العودة إلى المدينة دون أن يخدش منهم واحد هذه النعمة فانقلبوا بنعمة من الله لم يصاب منهم واحد بجروح لم يقتل منهم واحد لم يرفعوا سيف لم يضربوا برمح لم يضربوا بسهم أيها الأحباب الكرام فانقلبوا بنعمة من الله أما الفضل فهي التجارة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الفضل هي التجارة التي ربحوها أيها الأحباب وعادوا رابحين من هذه المعركة أيها الأحباب الكرام هكذا انتصر الإسلام والمسلمون نطبق ذلك على هذا الواقع المؤلم المريم الواقع المر الأليم التي تعيشه الأمة في زماننا أيها الأحباب الكرام نرى اليهود يذبحون إخوانا لنا في غزة ويقتلونهم قتلا ومع ذلك لم تتحرك جامعة الدولة العربية إلى وقتنا هذا أكثر من عشرين يوما في قتال هدم المنازل على رؤوس الناس وقتل الأطفال وقتل النساء وأمريكا تساند إسرائيل وأوروبا تساند إسرائيل أمريكا تساند إسرائيل وأوروبا تساند إسرائيل فمن لهؤلاء المسلمين الضعفاء أيها الأحباب الكرام إذا تقعدنا نحن أيها الإخوة الأحباب على نصرة هؤلاء المستضعفين الذين لا حول لهم ولا كوة منع عنهم الكهرباء ومنع عنهم الماء ومنع عنهم الطعام وحصار مرير أيها الأحباب الكرام أكثر من عشرين يوما من الذي يتحمل ذلك ومع ذلك فهم ثابتون بفضل من الله عز وجل لم يذهبوا إلى معبر رفح ليقتحموه إنما ثبتوا يتمنون الشهادة في سبيل الله عز وجل على أن يتركوا أوطانهم وعلى أن يتركوا دينهم أيها الأحباب الكرام فإن الحرب الدائرة الآن هي حرب دينية حتى لا نخدع هذا ليس أمر سياسي الحرب ليس أمرا سياسيا إنما هذه الحرب التي تفعلها إسرائيل على غزة إنما هي حرب دينية بحتة جاء اليهود من كل فج عميق من أجل رفع شعار الطوراة وإقامة دولة يهودية أي دولة دينية جاءوا من أجل ذلك وتركوا أوروبا وتركوا أمريكا وتركوا الرفاهية وجاءوا ليعيشون على أرض فلسطين المحتلة ننا كل إسرائيل نما هي أرض محتلة أيها الأحباب الكرام أيها الأحباب الكرام ماذا نصنع؟ لابد من خروج الناس بأعداد غفيرة لنورسرة هؤلاء هذا أولا على أقل واجب أن تكث مع أخوك تظهر له أنك رجل وأنك على الحق ومن الحق أن تنصر أخاك المسلم أنصر أخاك المسلم ظالما أو مظلوما هكذا قال الرسول في صحيح البخاري أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فيجب عليك النصرة الخروج بأعداد غفيرة لبأعداد قليلة لمناصرة هؤلاء الأمر الثاني وهو الأهم الدعاء أيها الأحباب الكرام النبي في هذه الغزوة في بدر الصغرى انتصر بقوله حسبي الله ونعم الوكيل فزلزل الله كيان الشرك والمشركين وخزلهم وانهزموا وعادوا في حالة زل وانكسار إلى مكة أيها الأحباب الكرام واليهود كذلك الصهيين كذلك أيها الأحباب الكرام قال الله تعالى فيهم وقذف في قلوبهم الرعب حينما اعتدوا على المسلمين قذف الله في قلوبهم الهلع وقذف في قلوبهم الرعب فليست عندهم جرأة كما تظنون أيها الأحباب الكرام من أجل ذلك يجب علينا الدعاء لنصرة هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذدعان ارفع يدك ولا تخشى في الله لوم تلائم وكل حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انصر المستضعفين في غزة ارفع صوتك وارفع دعائك لله عز وجل تجمعوا في المساجد وادعوا الله وأمنوا خلف الإمام أن يدعوا الله عز وجل بالنصرة لذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ترجمة نانسي قنقر